حرب الإبادة مكفية بغزة بسبب إمدادات النفط يلي بعدها عم توصل لإسرائيل من أكتوبر مين هي أبرز الدول اللي سلحت إسرائيل بالفيول؟ أذربيجان وكازاخستان عبر تركيا هن البلدين الأساسيين يلي زودوا إسرائيل بالنفط بين أكتوبر 2023 وتموز 2024 صدرت أذربيجان لإسرائيل 28% من إجمال النفط بهاي الفترة وكازاخستان 22% الفيول الأذربيجاني بينقل عادة على ميناء جهان بتركيا لا يتسلم بعدها لإسرائيل أفريقيا الوسطى والغربية زودت الجابون ونيجيريا والكونجو إسرائيل ب37% من إمدادات النفط من أكتوبر الولايات المتحدة الأمريكية بتبعت أمريكا لإسرائيل فيول جاي بي 8 يلي بيستخدم بشكل أساسي لتشغيل الطيارات العسكرية البرازيل رغم انتقادات الرئيس البرازيلي لولا لإسرائيل 9% من إمدادات النفط بتجي من البرازيل وسط آخر نقلة نفط من البرازيل على إسرائيل بنيسان روسيا استلمت إسرائيل من روسيا 7 شحنات نفط مكرر من كانون الأول 2023 دول أوروبية عبر أبروس صدر الدول الأوروبية مثل إيطاليا واليونان وألبانيا شحنات نفط لإسرائيل بمساعدة أبروس يلي سهلت عمليات إعادة الشحن كل الدول والشركات الخاصة يلي بتمد إسرائيل بالطاقة متورطة قانونيا بالإبادة بموجب قرار محكمة العدل الدولية استوعبت هالشي كولومبيا يلي قررت حضر تصدير الفحم لإسرائيل وأكد الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو أن حضر الفحم هو بسبب استخدامه لتصنيع القنابل يلي عمين أتل فيها أطفال غزة